السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح مع بعض رابع مبدأ من مبادئ الصولد اللي هو ومعلش يعذروني عشان دخل علي دور برد جديد شوية فمعلش يعني مش قادر اتكلم فتحملوني ويدعولي بقى بالشفاق مبدأ دوت بيقول ايه بقى بيقول يعني ايه الكلام الجميل ده بقى مين هم احنا اتكلمنا عنهم قبل كده قلنا ان ده هو اي كود بيستعمل كود تاني فالكود ده هو للكود اللي بيستعمله بمعنى اخر لو انا عندي وليكن مسلا اسمح مثلا يعني وبستعملها في مكان تاني فالمكان اللي انا بستعمل فيه ده هو خلاص عشان بس في ناس بتسمع كلمة دماغها دايما بتروح للفرونت اند فرونت اند للباك اند فعليا لانه بيستعمله والباك اند ممكن يكون كلاينت للباك اند برضو بتكلم بعضها او عندي كلاس في الباك اند بتكلم بعض فالكلاس اللي بتكلم كلاس تانية او بتستعمل كلاس تانية هي كلاينت بالنسبة لها خلاص عشان بس ما تطلق باشي لما تسمع كلمة كلاينت فتاني المبدأ بتاعنا بيقول يعني بيقول لك يا عم الحج يعني الاكواد اللي هتستعمل الكلاس بتاعتك ما ينفعش ان انت تكبرها ان هي تستعمل انترفيس مش بتحتاجها ماشي الكلام ده مش مفهوم طيب تعال هوريك مثال والمثال ده مشهور جدا وفعلا انا بشوفه اكتر حاجة بتتكرر قدامي بيحصل فيها مخالفة لمبدأ الاي اس بي في مواقف كتير جدا انا دلوقتي عملت عملت كلاس اسمها انتتي ابستركت كلاس خلاص وفيها بس بروبرت اسمها اي دي خلاص سهلة وبسيطة وخليت عندنا كلاس اسمها بيرسون اللي احنا بدقين بيها السلسلة كلاس اللي اسمها بيرسون خليتها تعمل انهارت من الانتتي اذا كل بيرسون دلوقتي هيكون لي اي دي صح والبيرسون دوت كان مين اللي بي انهارت منه لو نفتكر مع بعض كان الامبليي كلاس والابليكنت كلاس. لحد هنا الامور سهلة وواضحة هي وجميلة. تمام? طيب. جيت انا عملت انترفيس الاي ريبوزاتوري. الريبوزاتوري الريبوزاتوري باترن اللي كل الناس مشارضاها في كل حد. ماشي? الاي ريبوزاتوري ده او ده شكل الريبوزاتوري باترن اللي هتلاقيه منتشر جدا جدا جدا. ومش دقيق اوي. خلاص بس هتلاقيه منتشر بالشكل الله. عندي مثل جيت اول جيت باي اي دي اد ابديت دليت. تمام? والاي ريبوزاتوري دي ات جينيريك بتاخد مني اي كلاس بتانهيرت الانتيتي. يعني ينفع بعت لها وينفع بعت لها وعملنا منها جينيريك ريبوزاتوري. خلاص كأن عندنا كده هنميمك الداتا بيز هنا. عندي جيت اول بترجع لي وعندي جيت باي اي دي بترجع لي الانتيتي اللي واخدى الاي دي ده. وعندي بتاع الاد والابديت والديليت. طبعا كل ده احنا بنسيميولات ان عندنا يعني. تمام? فانا هنا مثلا في الاد بقول له الانتيتي دوت اي دي اكوال انتيتي دوت كاونت بلاس وان. اني كأني عندي الاي ده يعني. وبضيف الانتيتي في اللست. الابديت حاليا ما بنعملش اي حاجة لان ما فيش داتا بيز فعليا. والديليت بنعمل من الانتي. حد هنا الكلام زي الفول ما فيهوش اي مشكلة. تمام? لو رحنا دلوقتي على ماشي. وبعدين هقول له دلوقتي انا عايزت انا عملت هنا خلينا اقفل دي بقى. عندنا هنا عملت سميته محمد سميح عشان ده حبيبي. وبعدين ضفته في وهلوج هنا ان محمد سميح ده او الموظف ده هاس بين ايد. والاي دي بتاعه كزا. تمام? حد هنا الامور زي الفول. لو انا جيت دلوقتي قلت له هاتلي عم اا 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 ادد امبلويي ايكل الريبوزاتوري. 공 게 by ID انا بس عايز اتأكد معاكم ان فعلا الموظف اضاف اللي هو محمد سامح ده اضاف وهنقدر نقرأها من الريبوزاتوري تمام? وهنقول له هنا مسلا sidewallconsole. relate line added 되 null هيأكلو empty not found isMPLOPLE it found خلاص اي log statement بتبسة عشان نتأكد ان احنا فعلا ضيفنا الموظف وقدرنا نقراه بال I-D بتاعه نعمل run قال لي فعلا اهو هنا ضاف محمد سميح وقال لي فعلا لما قلت له قال لي انا جبته له تمام? طيب انا عايز اعمل دليت لعمل حاج ده. هعمل ايه? هقول له. صح? ماشي? لو انا جيت هنا قلت له هتهولي تاني. المفترض يقول لي انه هو تعالوا هنجرب معلش تحملوني. قال لي فعلا. لحد هنا بتاعتنا ماشية زي الفل ما فيهاش اي مشكلة. عندنا مين تاني اللي هي بتاعت قلنا? صح? عندي ده ده فبالتالي انا ينفع اعمل من صح? جميل. في بس اشكالية صغيرة خالص ادي كده. ايه هي? اللي هو الشخص اللي بيقدم على وظيفة انت مش من حق حضرتك انك تمسحه من مش من حقك انك تمسحه من يعني انت بحقك تمسح البيانات الموظفين اللي عندك حتى دي فيها كلام يعني. ولكن هنفترض ان بيانات الموظفين ينفع تمسحهم. ولكن الناس اللي بتقدم عندك على وظيف ما ينفعش تمسح بياناتهم. البزنس عندك بيقول كده. يعني انا لو جيت دلوقتي هقول له. آآ ابليكانت ريبوزاتوري. اقوال نيو ريبوزاتوري اوف ابليكانت. ونقول لو فار ابليكانت اقوال نيو ابليكانت. ابليكانت ضد ست نيم احمد. العياط. حبيبي بارو احمد ده. وبعدين هنقول له ابليكانت بتاعنا. تمام? حد هنا زي الفل. انا دلوقتي بقى لو جيت قلت له ابليكانت ريبوزاتوري دوت ديليت الابليكانت. المفترض هنا انا عندي بزنس رول بتقول لي ان ابليكانت شود نوت بي ديليتد. ماشي. فانا احل الموضوع ده ازاي? هم? هروح مثلا على الديليت مثل اللي في الربوزاتوري. واقول له لو نوع بتاعتي ابليكانت ثرو اكسبشن اللي ماينفعش ديليت. هيماشي معاك الغرض. ولكن هتخالف مبدأ اللي سكو في سبستيتيوشن اللي شرحناه. هتقول لي طيب خلاص. انا بما ان الربوزاتوري ديت ما هياش سيلد كلاس. انا هعمل منها انهيريتنس. اعمل اه يعني سبيسيفيك ريبوزاتوري للابليكانت. هسميها ابليكانت ريبوزاتوري. واجي في الديليت مثل اخليها تثرو اكسبشن او حتى اخليها فاضية. ما تعملش اي حاجة. هقول لك ده هيقدي معاك الغرض. ولكن برضو انت بتخالف اللي سكو في سبستيوشن برينسبل. تمام? مش المفترض ان انت تعمل كده. الانترفيز سيجرجيشن برينسبل بيقول لك ايه عم الحج? بيقول لك ان طالما الانترفيز بتاعتك فيها بعض الميثود مش هتكون في كل اللي هتامبليمنت الانترفيز دي. يبقى معنا كده ان الانترفيز بتاعتك دي تفات انترفيز. انترفيز تخينة. انترفيز فيها حاجات كتير. انترفيز بتخالف مبدأ تمام? انترفيز مش بتحقق شوف كل الكلام اللي احنا قلنا ده احنا شرحناه قبل كده. خلاص? يبقى الانترفيز سيجرجيشن بيقول لك ما الاقل في الانترفيز بتاعتك مش هتكون في اي كلاس بتتامبليمنت الانترفيز دي. يبقى معنا كده ان انت بتخالف الانترفيز سيجرجيشن. هتقول لي مثلا طب يا عم الحج انا عندي مية كلاس بيامبليمنتوا الانترفيز دي وكلهم بيامبليمنتوا كل الميثودز معادة واحدة بس من المية. كلاس واحدة من المية بتامبليمنت مثلا تلاتة والميثود الرابعة لا. هقول لك غلط. طالما في احتمالية زي كده يبقى انت محتاج تكسر الانترفيز بتاعتك لشوية انترفيز اصغر شوية. علشان تحقق الموديولاريتي وعلشان تحقق وعلشان تحقق وعلشان آآ ما تخلفش مبدأ ولا مبدأ شوف كل المبادئ دي انت هتخلفها بميثود صغيرة قد كده مش هيتعمل لها تمام? طيب احل الموضوع ده ازاي? الاي ريبوزاتوري دي ممكن اكسرها لاكتر من انترفيز صغيرة. اسأل نفسي سؤال بقى. اي هي الميثودز اللي لازم تكون موجودة في كل الريبوزاتوريز? بلا استثناء. يعني اي ريبوزاتوري واي انتيتي عندي ينفع اعمل عليها دي. لو انا ما كانك انا هقول انا عندي الجيت اول والجيت باي اي دي دول اساسيين اي ريبوزاتوري بضيف فيها داتا لازم اعرف اقراها يعني ده طبيعي سواء اقراهم كلهم او اقراها بالاي دي بتاعها تمام? ولازم على الاقل يكون عندي امكانية ان انا اضيف اصلا انتيتي صح? يبقى الاد كمان دخلا معنا. يبقى انا عندي الجيت اول والجيت باي اي دي والاد دول اساسيين في الريبوزاتوري واساسيين في اي انتيتي اي انتيتي هقدر اقراها وقدر اضيف. لكن مش كل الانتيتيتيز ينفع اعدل فيها زي مثلا ايه? الاودت تريل مثلا. الاودت تريل ده اه ابند اونلي يعني اعمال اضيف بس الاودت تريل ما فيش تعديل خالص ولا في حسف الاودت تريل بقى انصرت فقط صح? يبقى الابديت مش كل الانتيتيتيز مسموح فيها بالابديت. يبقى دي محتاجة تطلع برا. الدليت نفس الكلام دي محتاجة تطلع برا. يبقى انا عندي هنا محتاجة اطلعهم من الانترفيس علشان احقق فيها مبدأ الانترفيس طيب هل اطلعهم احطوهم في انترفيس واحدة ولا احطوهم في تور انترفيس ترجع تسأل نفسك تاني نفس السؤال هل كل الانتيتيز اللي ينفع يتعمل لها ابديت ينفع يتعمل لها ديليت ولا لا? لو كلهم بلا استثناء ينفع ممكن تحطوهم في انترفيس واحدة. لو في احتمالية واحد في المية ان ما ان مش كلهم مش كل الانتيتيز اللي هيتعمل لها ابديت هيتعمل لهم ديليت زي ما ضربنا مثلا دلوقتي بال بالاودت تريل يبقى احصلهم في تو سبريت انترفيس يعني انا ممكن اجي هنا اروح ضايف انترفيس تانية هسميها اي اه مثلا ابديتابل ابديتابل ريبوزاتوري واحدة تانية اي ديليتابل مثلا يعني ريبوزاتوري خلاص واخد الميثود اللي هي ابديت دي اخليهم طبعا الاتنين برضو جينيريك واحط عليهم نفس وحط هنا الابديت تمام وااجي هنا اخد من هنا الديليت احطها هنا اخد من هنا اخد من انترفيس بقى اخد من انترفيس بقى اخد من انترفيس كده تعمل كلاس ستاندرد كده فيها بتايمبليمنت التلاتة انترفيسز وتيجي ممكن تيجي بقى تعمل لكل واتايمlage الانترفيس المناسبة لها تايمبليمنت الانترفيس المناسبة لها او تايمبليمنت اكتر من انترفيس حسب البزنس بتاعك تمام؟ فانت بالطريقة دي تكون حققت مبدأ الانترفيس سجرجاشن مبدأ سهل وبسيط جدا 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 ما فيهوش اي اختراعات الموضوع كله بس مبني على بتاعك. هل لو انا مفصلتش الكود بتاعها هيحصل فيه مشاكل? لا الكود مش هيحصل فيه مشاكل وهيشتغل ولكن خليك فاكر ان احنا في احنا بنتكلم هنا عن يعني عن مبادئ بتخليك او بتستعملها علشان تصمم بتاعتك والاوبجيكس والكوميونيكيشن بينهم بشكل اه مناسب وبشكل كويس وبشكل يحقق والريوزابيلتي والاكسنسباليتي وشوية الكتير او دي. طبعا? يا رب يكون المبدأ سهل وواضح بالنسبة لكم. وتاني عذروني معلش عندي برد فا يعني اتمنى ان انتو ام يعني لو انا ما عرفت انش هو اوصل لكم المعلومة بشكل كافي تحملوني واكتبوا لي بس في التعليقات لو اي حاجة مش واضحة وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. استوضعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة ام 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 ا